قرار عاجل من وزير الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة نادي الزمالك أول ضحايا بدر بنون في الأهلي الاتحاد الجنوب إفريقي يتغنى بموسماني إيجابية المسحة التالتة لوانشي الزمالك مشاهدين أسعد الله وقاتكم بكل خير وهنا بحضرتكم من جديد في قناة أخبار عجلة في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالي والإداري على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية فقد أصدرت الوزارة القرار رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 وتضمن القرار ما يلي أولا فيما يتعلق بنادي الزمالك للألعاب الرياضية فقد تقرر إحالة المخالفات المالية الوردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة وما سوف تسفر عنه من نتائج أو لحين انتهاء المدة القانونية المقرارة قانونا لمجلس الإدارة أيهما أقرب تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادي الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة أول ضحايا بدر بنون في الأهلي أعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكورة بالنادي الأهلي عن قيد اللاعب المغربي بدر بنون أحد صفقات النادي الأهلي الجديدة في قائمة الفريق خلال سعاد وقال بأنه سيتم قيد بدر بنون في قائمة الأهلي خلال سعاد ومعه باقي المعارين العائدين وأوضح سيد عبدالحفيظ بأن اللاعبين الذين سيتم قيدهم سيكون لهم حق المشاركة في مباراة الاتحاد السكندري في نصف نهاية كأس مصر يوم السلساء المقبل قيد اللاعب بدر بنون يستدعي خروج أحد أجانب الفريق من القائمة واللاعب الأقرب للرحيل عن القلع الحمراء هو جيرالدو داكوستا حيث تسعى إدارة النادي الأهلي إلى حسم مصير اللاعب من أجل إقناعه بالرحيل عن القلع الحمراء وذكر مصدر بأن اللاعب طلب الحصول على مليون دولار مقابل الرحيل النهائي خاصة وأن عقده بيتبقى له مع الأهلي ثلاث سنوات الاتحاد الجنوب أفريقي يتغنى ببيتسو موسماني أشهد الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم برئاسة داني جوردان بالمدير الفني لفريق النادي الأهلي بيتسو موسماني بعد تحقيقه للقب الأفريقي على حساب غريم التقليدي نادي الزمالي حيث قال جوردان في تصرحات صحفي عن بيتسو موسماني لقد جعلت معظم المصريين فخورين وجعلت معظم واطني جنوب أفريقيا فخورين بما حققت مع الأهلي بعد صافرة النهاية اندلع أستاذ القاهرة الدولي بأكمل مرددين اسمك وهو ما أشعرنا بالفخر كجنوب أفريقيين الجميع يتحدث عن إنجاز موسماني بفخر واعتزاز من كيبتون عاصمة جنوب أفريقيا وحتى القاهرة وقد يكون فوزك يوم الجمعة باللقب نقطة تحول مهمة في مسرتك التدريبية الصاعدة عائلتك سعيدة من أجلك جنوب أفريقيا كذلك بعدما أصبحت بطلا في مصر يبدو أن السماء هي الحد الأقصى لطموحاتك واختتم حديثه قائلا سوف ندعمك طوال مشوارك ولكن عليك الآن الاسترخاء والاستمتاع بهذه اللحظة الفريدة والمميزة مع النادي الأهلي والاحتفال بما حققت من إنجاز إيجابية المسحة الثالثة لوينش الزمالك أزبتت نتيجة مسحة كورونا والتي خضع لها اللاعب محمود حمدي الوينش مدافع فريق نادي الزمالك إيجابيتها للمرة الثالثة ومن المنتظر أن يخضع اللاعب للعز المنزلي مرة أخرى في ظل عدم شفاء من فيروس كورونا وسيتلقى بروتوكول العلاق بالمنزل في النهاية شكرا لك عزيزي المشاهد ورأيت لو عجبك الفيديو اضغط لايك ولكنت مشاهدنا الأول مرة اشترك معنا في القناة وفعل خاصية الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد إن شاء الله وتعالى شكرا لكم مشاهدين متابعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالميديو والاشتراك في القناة